السياسي المصري الكبير ونقيب المحامين السابق الأستاذ سامح عاشور ظهر مع الأخ أحمد موسى في مدينة الانتاج الإعلامي في برنامجه في قناة صدى البلد الحقيقة الأستاذ سامح عاشور شن حرب عنيفة جدا ضد دول الخليج وفي القلب منها المملكة العربية السعودية وكان بيتكلم بنبرة غريبة جدا كان بيقول إنه يا جماعة دول الخليج ليه مش وقفة جنبنا دول الخليج ليه مش بتدعمنا دول الخليج ليه مش بتصرف علينا والله كان بيقول كده أحمد موسى قال له تفتكر ايه السبب يا أستاذ سامح فقال سبب غريب جدا قالك ان احنا كمصر لما بنشوف دول الخليج بتكبر وبتنمو اقتصاديا وسياسيا احنا بننظر لده بفخر شديد جدا لان احنا بنعتبرهم شركاء لينا وبنعتبرهم اخوتنا لكن مصر لما بتكبر دول الخليج ببص لها انها خطر على وجودها وبالتالي بتتعامل معنا بشكل سيء جدا ومش بتقف جنبنا قال له أحمد موسى طب يعني اشرح لي أكتر فسمح أشور قال حاجة أغرب قالك على سبيل المثال احنا ديولنا في مصر كام 165 مليار قال له ايوة قال له طيب السعودية دفعت لترامب 500 مليار دولار نص تريليون دولار وامريكا مش محتاجة الفلوس دي طب ليه بقى السعودية والخليج ما بيدفعلناش الفلوس دي طب ليه السعودية والخليج ما يشيلش ديول مصر طب ليه ما يدفعوش لمصر 165 مليار ويوقفوا جنبنا والمفروض ان هم يدفعونا الكلام ده وقال ان ال500 مليار اللي دفعوهم لترامب دول قادرين يحلوا مشكلة مصر ويقفوها على رجليها ويحلوا مشكلة السودان ويحلوا مشكلة البلدان العربية كلها وان العالم العربي كله بال500 مليار بتوع السعودية اللي دفعوهم لامريكا يبقوا زي الاتحاد الأوروبي ويبقوا منطقة عظمة طب يا أستاذ سامح هتختم بايه المداخلة العظيمة دي قالك انتوا سايبيننا لمن؟ انتوا سايبيننا ليه؟ وده سؤال الحقيقة اتمنى ان السعوديين يردوا عليه ويقولوا يا ترى هم سايبينه ليه؟ انا مش اتكلم على فكرة الشحات اللي بيتأمر ولا اتكلم على فكرة ان هو مقزم مصر جدا ولا اتكلم ان انا كمواطن مصري حاسس بالعار ومستعر جدا من نبرة الكلام عن دول الخليج وكأن مصر دي دولة شحاتة بتشحت فلوس ولله محسنين لله ولازم تدفعونا وتوقفوا جنبنا مش اتكلم على كل ده لان اتكلمت عنه كتير لكن انا هقول لك استه سامح ان الحقيقة دول الخليج دعمتك فعلا ودعمت النظام المصري الحالي ودفعت لمصري فلوس كتير جدا في 2014 كانت هناك تقارير اعلامية مصرية تحدثت عن 20 مليار دولار دفعتهم دول الخليج للنظام المصري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 2014 وقف يتكلم عن المليارات اللي خدها من دول الخليج بعد 2013 وبعد تولي الرئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الامارات من سنة ونص تقريبا قال ان لولا او السنة دي في 2023 قال ان لولا الشيخ محمد بن زايد ووقفت اشقائنا في دول الخليج كانت مصر غرقت ما كناش عرفنا نوقف على رجلينا معحد واشنطن للدراسات السياسية نشر تقرير في ديسمبر 2022 بيقول ان صحيفة القبس الكويتية اتكلمت عن مساعدات خليجية لمصر بلغت 95 مليار دولار حط عليهم كمان ل22 مليار دولار يعني بنتكلم في قرب 114 تقريبا مليار دولار او 120 مليار دولار فاستاذ سامح الخليج دفع فعلا لمصر 120 مليار دولار مساعدات في 10 سنين انت ديونك 165 مليار وهم دفعوا 120 مليار يعني كان المفترض لو انت خدت ده في ده يبقى باقي معك 40 مليار ديون طب انت قديت الفلوس فين الحقيقة مش عارفة ففيه شحاتة في الفيديو فيه هجوم وتطاول على الخليج فيه تقزيم لدور مصر فيه سؤال مهم جدا عن الفلوس الخليجية راحت فين وفيه سؤال اهم هل النظام المصري بقيادة الرئيس عبد فتاح السيسي هيبدأ الست سنين الجايين في حكمه بالهجوم على الخليج والابتزاز والشتيمة والزعية عشان يدفعوا له فلوس لان فلوسهم زي الرز زي ما احنا عارفين على قولة السيسي ده سؤال مهم هنعرفه الايام الجاي